ساحة المنصورية بالألفين وثلاثة وقبل الفين وثلاثة هي ساحة رياضية وكل يدر بها الناس جاءت لعب بها الفرق الشعبية وخرجت لاعبين هواي طبعا عدنا بيها نسخة طابة بلدية نسخة طابة بلدية أردت لتطور لها واضحة هنا اسمح لي هاي هنا النسخة الأولى صدرناها تقريبا من الألفين وثلاثة عشر جددناها بالألفين وثلاثة عشر ورجعنا بالألفين وواحد وعشرين نسخة ثانية موجودة هياها رجعنا الخارطة موجودة طبعا تنظيم المدن الخرائط مساحين طلعت تفوجئنا واذا ما قدري شركة جديدة جاية قاصة الساحة والله احنا تابعين للمخطط التخطيط العمراني للتخطيط العمراني مجمعات سكنية طبعا هاي الساحات جامعة كل الرياضيين بهذا الصوب كله هنا شكوا فرق الشعبية جاي هنا تجي تلعب هاي الساحة واذا بيوم وليلة هاي الساحة تروح زين وين البلدية وين المسؤول وين الرقابة وين لجنة النزاهة خاصة بهاي الموضوع محافظة ذيقار شنو دارك بهاي القضية احنا منطقة المنصورية فوجئنا بتحويل هذه المقاطعة الى مجمع استثماري احنا يا ترى نوجه مناشده الى مدير هيئة الاستثمار علي الدخيلي الى محافظة ذيقار الى معاون محافظة شؤون المتابعة زين احنا من خاطبناكم خاطبنا جاة المعنية قلنا لهم يابا هاي المقاطعة اخذوها استثمار مجمع سكني زين انتم كان جوابكم كل احنا ماه بس ايدي اعرف هاي الموافقات اني انجوابوها واحنا مطلبنا واضح احنا مطلبنا بتوقيف هذه المقاطعة واحنا اذا ما وقفوا المقاطعة احنا موثلة منطقة المنصورية اذا ما وقفوا المقاطعة انه خطوات اخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر